علامة تاريخية تعود إلى الدولة السعودية تحتضنها أزيقة مدينة تيرودانت المسجد الأعظم أحد أهم الأيقونات التاريخية بمنطقة السوسة العالمة مسجد صمد في وجه التاريخ لخمس قرون قبل أن تأتي النيران عليه سنة 2013 في حادثة تسببت في تشويه جماله ونقوشاته النادرة متخصصون في أعمال ترميم يتولون مهمة إعادة الحياة إلى هذا المسجد العتيق الذي تخرج منه علماء كبار وفقهاء ومفتين وقوضات لجيرانه ذكريات يحكونها بشغف مستحسنين أشغال الترميم الجارية لإعادة فتحه من جديد النساء دولة البلاد تيب كو على ذلك المسجد لأن المسجد جامعا كبير تقافى ديلة الرواد تقافى هي ديلة المغرب تنطلب الله يحيينا حتى نعود المصدوفين إن شاء الله عملية الترميم تحافظ هنا على تصميم الأصيل للمسجد النقوش وشكل الأقواس وصحر المسجد كل شيء يعود إلى أصله يوما بعد يوم بأياد حرفيين بارعين المسجد الأعظم منارة تاريخية جمعت بين أركانها براعة الصانع المغربي وفاردة العمارة الإسلامية أحداث تاريخية مهمة عرفها هذا المسجد تضفي عليه قيمة كبيرة وهو إلى ذلك جزء من تاريخ المغرب بصفة عامة وتاريخ مدينة تارودانت العريقة بصفة خاصة عمليات الترميم دعمت أركان المسجد وسمحت لصومعته بالصمود في سماء سوس العالمة